نظم صندوق الأمم المتحدة بتعاون مع الاتحاد الأوروبي مؤتمراً لتصليط الضوء على دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر القومية للسكان التي بدأت عام 2018 واختتمت فعلياتها اليوم وتعمل الاستراتيجية الوطنية للسكان على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة وتثقيف الشباب والسكان في سن الإنجابي بشأن تنظيم الأسرة في إطار العمل على تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان نظم صندوق الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مؤتمراً لتصليط الضوء على دعم الاتحاد الأوروبي للإستراتيجية الوطنية للسكان والتي بدأت في عام 2018 واختتمت فعلياتها اليوم دعم مالي وفني يستهدف تحسين فرص إمداد خدمات ومستلزمات تنظيم الأسرة وتشجيع الأقبال على تنظيم الأسرة إلى جانب دعم حوكمة الاستراتيجية الوطنية للسكان إن القضية السكانية لديها أهمية للإقتصاد والتنمية في أي مجتمع ونحن نتفق مع الحكومة المصرية على هذه القضية ونواجهها بوعي وهذا المشروع يساعد على تنمية السكان وأهم مكون فيه هو التوعية السكانية خاصة للشباب الاستراتيجية الوطنية للسكان تعمل على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة وتفقيف الشباب والسكان في سن الإنجاب بشأن تنظيم الأسرة وزيادة الوعي العام بمزايا الأسرة الصغيرة الحجم إلى جانب تدعيم القدرات المؤسسية لمتابعة وتنصيق تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ومبني على قصص واقعية في مصر هذا المشروع أيضا تم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والعديد من الجهات المعنيات الأخرى تأتي أهمية هذه الاستراتيجية في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة بالدولة إلى جانب تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة جيرمين إبراهيم التلفزيون المصري